موقف هو الأقوى لسلطة الشرعية في مواجهة انقلاب عدن المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي استغرق الأمر عشرة أيام لتسمية طرف الرئيس في هذا التحالف بتمويل يدعم هذا الانقلاب وتحكيم طرف آخر هو السعودية لإنهائه ففي البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للحكومة في الرياض تحدثت الحكومة بصوت واضح لا لبس فيه عن دور الإمارات الرئيس في انقلاب عدن الذي لا تزال الحكومة تسميه تمرداً وهو توصيف يقزم خطورة ماجرى وتأثيره على وجود السلطة الشرعية ودورها دون أن يقربها ذلك من إمكانية القضاء عليه إن كان لا يزال تمرداً الحكومة رأت أن ماجرى في عدن يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية وهي صيغة مخففة تشير إلى أن دور التحالف في اليمن لم يعد شرعياً من الأساس بيان الحكومة الصادر عن اجتماعها الاستثنائي شدد على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون لإنهاء ما أسمته التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصم المؤقت عدن وحمل الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه وطالبها بإيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه الميليشيات لم يعد العالم بإزاء اتهامات كهذه يمتلك فرصة لتغطية الدور التخريبي للإمارات في اليمن فبعد أن واجهت شكوى عن دورها في تهديد السيادة اليمنية على محافظة أرخبيل سقطرة ها هي اليوم تظهر أمام المجتمع الدولي بصورة أكثر وضوحا طرفا معرقلا لمهمة استعادة الشرعية والاستقرار في اليمن ومحركا أساسيا لانقلاب ثاني يجري تحت نفوذ التحالف ويتغذى من دعمه اللامحدود هذا ما أكده من دوب اليمن لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مناقشات دورية لمجلس الأمن عندما أوضح أن ما حدث في عدن هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية مدعوم ماليا ولوجستيا وإعلاميا من قبل الإمارات وأنه ما كان ليحدث أصلا لو لهذا الدعم وشدد على أن التمرد حرف البوصلة وخالف الهدف الرئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن هكذا إذن يترسخ دور التحالف المؤثر في دعم انقلاب عدن كمعرق للرئيس أمام مهمة استعادة الاستقرار في اليمن رغم أن السلطة الشرعية لا تزال تفرق بين طرفي هذا التحالف على صعيد التورط في الانقلاب المكتمر الأركان الذي قوض مصداقية تدخل العسكري للرياضي وأبو ضبي وكشف عن مخططاتهما القديمة الجديدة لتمزيق اليمن والهيمنة على مقدراته ومزايا الجيوستراتيجية